مقصلة الموت الحوثية تنصب هنا في المحاكم عقوبة الموت التي قضت بها الميليشيا على اليمنيين لم تقتصر على الحرب التي تشنها منذ أن اندلعت حرائقها شمالا بل امتدت إلى قاعات التقاضي تعمد الميليشيا أحكامها بالدم وبحسب محام دفاع المختطفين المحتجزين لدى الميليشيا عبد المجيد صبرة فإن شعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة أيدت حكما ابتدائيا سابقا قضى بالإعدام تعزيرا بحق أربعة من المختطفين كانت المحكمة المتخصصة بالفصل في قضايا أمن الدولة قد وجهت لستة وثلاثين مختطفا التهمة التي درجت على توجيهها لكل من يعارضها وهي التخابر مع العدوان في إشارة إلى التحالف ورفع الإحداثيات للمقاتلات الحربية محمد هادي ظافر وعلي محمد الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد محمد علوس مدنيون مختطفون لدى الميليشيا منذ أربعة أعوام وبدلا من أن يفرج عنهم كانت أسماؤهم مدرجة ضمن المشمولين بأحكام الإعدام في وقت سابق واليوم أكد القاضي الحوثي الحكم فقط هؤلاء الأربعة ينضمون إلى المختطف أحمد حاتم السدعي الذي أصدرت المحكمة ذاتها السبت الماضي حكما بإعدامه جاءت تلك الأحكام ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها الميليشيا بشكل صارخ حقوق الإنسان المكفولة في كل المواثيق والأعراف الدولية ضاربة بعرض الحائط كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل الإفراج عن الأسرى والمختطفين إيغال الميليشيا في دماء اليمنيين بات أمرا غير مقدور عليه في ظل إغفال المنظمات الدولية والمبعوث الأممي القضية التي تعد العائق الأكبر في عملية السلام